بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الحقيقة هذه الآية أيها الأحبة فيها نوع من الإعجاز لم يلتفت له العلماء إلا حديثا ما العلاقة بين الجبال والأنهار والسبل والهداية طيب لنقرأ الآية التالية في سورة النحل وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ماذا يعني علامات؟ العلامة يعني هي علامة فارقة تدلك على الطريق مثل جبل مثل شجرة، مثل مثلا هضبة، تلة، طريق، وادي علامات أي علامة تدلك على الطريق لتستطيع أن تصل إلى وجهتك المطلوبة الحقيقة طلت 1400 سنة العلماء لم يفكروا بأهمية العلامات لهداية الناس في طرقاتهم ولكن الدراسة الحديثة التي أود أن أخذكم إليها وهو اكتشاف حديث أيها الأحبة دراسة ألمانية تقول إن الإنسان عندما يمشي في الصحراء من دون علامات من دون أن يكون هناك جبل مثلا أو نجم أو شمس يعني في جو غائم وصحراء ممتدة كيف يمشي الإنسان؟ بخط مستقيم أم منحني أم ماذا؟ تقول الدراسة العلماء الألمان اكتشفوا أن الإنسان عندما يفقد القدرة على تحديد الاتجاه في الصحراء أو في ظلام الليل مثلا تظهر هذه الخاصية في ظلام الليل فإنه يسير في دوائر دون أن يشعر بحيث أنه يدور ثم يعود إلى المكان الذي انطلق منه سبحان الله طبعا قديما يعني أو الاعتقاد السائد لهذه الظاهرة أن الإنسان لديه قدم أو ساق أطول من الأخرى أو رجل أطول من الأخرى فتؤدي إلى انحراف ولكن هذا الكلام غير صحيح لأن الإنسان أحيانا يسير باتجاه العكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة هو الإنسان ذاته فالعملية ليس لها علاقة بطول أو قصة الرجل العملية أيها الأحبة لها علاقة يعني بتحديد الاتجاه عند الإنسان في دماغه غير موجود كما عند الإبل يعني العلماء الألماني يقولون الإبل في الصحراء لديها قدرة أكبر في تحديد المواقع أو على تحديد المواقع من الإنسان الإنسان يتيه يضيع يتوه ويضيع سبحان الله طبعا أيها الأحبة هذا البحث نشر مؤخرا في مجلة علم الأحياء الحديث وأنا أقرأ لكم طبعا من موقع وكالة الأنباء الألمانية حيث تقول أول دليل علمي متوفر ونحن نتحدث الآن عام 2020 أو 2021 يعني في القرن الحادي والعشرين أول دليل علمي على أن الإنسان عندما يفقد الهداية أو العلامات المميزة فإنه يسير في شكل دوائر ويمكن أن يجري أو يمشي ساعات طويلة في الصحراء ولا يصل إلى ولا يخرج منها قد تكون صحراء صغيرة ولا يخرج منها سبحان الله طيب العلماء درسوا هذه الظاهرة في معهد ماكس بلانك طبعا معهد شهير جدا في ألمانيا الدكتور مارك إرنست يعني والدكتور جان سومن يعني في مدينة توبنغون الألمانية وصلوا إلى نتيجة أن الإنسان يستطيع الحفاظ على خط مستقيم عندما يكون هناك ضوء شمس أو نجم أو وجود نجم يستطيع أن يحافظ على خط مستقيم سبحان الله طيب الآية ماذا تقول أيها الأحبة وبالنجم هم يهتدون إذن وعلامات وبالنجم هم يهتدون طبعا الخبير الألماني يتابع ويقول من أجل أن نختبر هذا التفسير قمنا بتوجيه الناس بالسير في اتجاه مباشر وهم معصوبي العينين ومن ثم إبعاد أية تأثيرات للرؤية وسار معظم المشاركين في دوائر حتى إن بعضهم سار في دائرة صغيرة لا تتعدى عشرين مترا وهو يظن وهو يظن ومقتنع أنه يسير بخط مستقيم سبحان الله هذا الأمر ملفت للانتباه طبعا الدكتور سومن يقول هناك أخطاء عشوائية صغيرة في إشارات الإحساس الإنسان يحاول أن يوجه نفسه بخط مستقيم تحدث لديه أخطاء طفيفة باستمرار تؤدي مع مدار الوقت إلى السير بشكل دائري سبحان الله يعني الإنسان لو ترك من دون وسائل هداية لن يسير بخط مستقيم هنا عدة ملامح أيها الأحبة أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن كيف استطاع أن يربط بين أهمية أن يهتدي الإنسان في ظلمات البر والبحر في الصحراء في الليل في النهار ربط وجود الجبال يعني الله تعالى يقول نحن نخاطب طبعا المشككين نحن مقتنعون أن هذا كلام الله وكل مؤمن يقتنع بل ويزداد إيمانا إنما أنا أحاول أن أخاطب الذي لديه شك من هذا القرآن أقول له القضية دقيقة جدا يعني أن تربط بين وجود الجبل جبل في منطقة والهداية إلى الطريق المستقيم هذه العملية حديثة جدا لم يفكر بها العلماء من قبل أيها الأحبة وألقى في الأرض رواسية أن تميذ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات إذن الأرض بالفعل عندما تسير تجد أن هنا يوجد جبل هنا يوجد مثلا معلم ما نخلة حقل نخيل غابة أي شيء يدلك على الطريق لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذن سخر لك في النهار علامات في ضوء الشمس تهتدي بها وفي الليل سخر لك النجوم سبحان الله يعني هذا الأمر هذا الأمر أيها الأحبة موجود في القرآن كثيرا يعني هناك آيات عديدة مثلا الله تعالى يقول في سورة الأنعم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لذلك الإنسان إذا ترك في البحر أيضا فإنه لا يصل إلى الشاطئ قد يمر عليه ليل كامل إذا لم يكن هناك نجوم أو موصل أو وسيلة يهتدي بها تجده أيضا يسير في خطوط يعني إذا كان الموج هادئا يمين ويسار ويسير بخطوط تشبه الدوائر أو خطوط منحنية لا يصل لا يسير بخط مستقيم الملمح الذي أود أن أقوله لكم أيها الأحبة قبل أن أختم هذه الحلقة أنت أيها الإنسان لكي تسير بخط مستقيم لابد من وسائل للهداية لا تستطيع أنت بمفردك لا تستطيع الله سخر لنا هذه الوسائل للهداية نهتدي بها ولكن هناك هداية غير هداية الطريق هداية إلى طريق الله كلنا نسير باتجاه الله وإلى الله المصير باتجاه لقاء الله سبحانه وتعالى هذا الطريق الذي نسلكه إذا لم يكن هناك من يهدينا ويميز لنا الطريق وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهذا النبي الكريم بسنته وتعاليمه وأفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه بيّن لنا الطريق الصحيح وإلا كنا نضل يعني أنا عندما أستيقظ من النوم مثلا ماذا أفعل العلمانيون والملحدون يقول لك أفعل أي شيء لا النبي هناك نظام حدده لنا تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور عندما أدخل إلى السوق أستعيد بالله من شرها هناك دعاء عندما أدخل إلى المسجد هناك دعاء عندما أدخل إلى البيت هناك دعاء عندما أجلس هناك دعاء عندما أكل هناك دعاء والتسمية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذن هذا النبي نظم لك ملامح الطريق الذي ستسير فيه لتسير على طريق مستقيم فيأتي اليوم كثير من الناس يقول لك لسنا بحاجة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنا يمكن أن أهتدي بنفسي فتجده يدور حول نفسه سبحان الله كما يفعل الناس الذين خضعوا للتجربة في الصحراء فتجدهم يدورون حول أنفسهم ولا يصلوا إلى الطريق الصحيح لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى طريق الحق وطريقه المستقيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته